أصدقائي العزاء صباح العنوار صباح الشرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا مشيئة لله هذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان والله حرام أكو ناس يصيرون محافظين أو يصيرون مسؤولين في الدولة لأنهم حاقدين على الشعب حاقدين على النظام الجديد حاقدين على أنفسهم أنا بس يدسأل يعني محافظ بغداد محافظ كركوك كل المحافظين بدون استثناء هاي إزالة التجاوزات من حقهم يعني من قلكم أنتم مو حقهم لا حقهم ونص لأن أكو ناس متجاوزة بس هم تجاوزوا تجاوزوا بيوم وليلة لو صارهم أشهر من بناء طبعا صارهم أشهر من بناء أنتم المحافظين بصورة عامة لو عدكم غيرة وتشتغلون ولو رح يزعل البعض خلي يزعل اللي يزعل علي يطب 16 مرض أنتم لما شفتوا ذول متجاوزين خلوهم شقد عددهم خمسين مية ميتين ميتين وخمسين روحوا ألف واحد أجي أسجل أسماءهم وأسماء زوجاتهم أروح أبحث عنهم بطابو أشوف عدهم أملاك جوز مسجل ملكة بسمرته شفتوا ما عدهم أملاك أمطيهم كل واحد أمطيهم كل واحد مية وخمسين متر أو ميت متر أقول لعم روح استلم عقاري روح استلم من مصف العقاري خمسين مليون شوفوا شقد يطيك مصف العقاري روح استلم من مصف العقاري وابني لك بيت وأبوك الله يرحمه ليش هاي الأعمال الدنيئة؟ هذه أعمال دنيئة أنتوا تسووها مو أعمال زينة مو أعمال شريفة يعني مو أنتوا جايين جايين تخدمون الصالح العام لا بالعكس أنتوا راح تخلونا الآن الناس تتهجم وتسب السيدة السودانية وتترحم على النظام هالدام وتسب النظام الجديد يقول لك ذولا جوا فلشوا الناس فلشوا بيوتهم على روسهم وكذا وكذا وأنتوا هاي تردوها أنتوا المحافظين شنو شغلكم؟ أنا بس أسأل أي محافظ شنو شغلة؟ شغلة بس يطلع يعني نايم بالبيت مش ملتهي بالسرقات ملتهي بالتفرهات إلى والقرائبة والنسابتة يا كيابة ما يصيره شيء عمي والله حرام عليكم أنت محافظ شغلتك تطلع تطلع تشوف الخدمات تشوف محافظتك تشوف الأقضية تشوف النواحي تشوف شنو وين الخدمات تشوف المستشفيات بيها علاج ما بيها شوف المدارس بيها رحلات بيها صبورات مدارس نموذجية هاي شغلتكم شنو شغلتكم أنتوا يا هتلية والله حرام أقول عليكم هتلية والسرسلية حرام والله حرام أقول عليكم تدون ليش؟ لأن أنتوا السرسلية أشرف منكم والهتلية أشرف من أي محافظ ما يطلع يخدم الناس يخدم محافظته ويشيرات الحكومة ويشيرات السيد السوداني وغيرها وغيرها مو إلا السوداني أي واحد جزء واحد يقول أستاذ شو ده تمدح بالحكومة أنا ما أمدح بالحكومة أمدح بالنظام السياسي الجيد أنتوا ده تخربطون هك شوف شوف هذا المحل شون هاددمه زين أنت ليش ما جيد قلت له قبل قبل شهر قبل شهرين أنت ما شايفه قبل ثلاثة شهر ما شايفه معقول ما نعطيك هذا معقول أكو موظف بالبلدية ما ياخر رشوي معقول أنا ما أعتقد أكو من ذاك النظام إلى هذا النظام من تاريخ قالوا على قالوا بلى من ذاك اليوم إلى اليوم البلدية تأخذ رشاوي لا تقول له لم تأخذ البلدية إذا مو المراقب المدير إذا مو المدير والمراقب متفقين كلكم تأخذوا رشاوي بدون استثناء ذاك من ذاك بالمليون واحد إنسان شريف ما نقول ما كو جزء كو بس وين الشريف ما يعيشوا يكم نرجع على موضوعنا أنتوا تساد المحافظين وطلعوا عوفوا مكاتبكم وطلعوا افتروا بنفس المحافظة بالمركز وشوفوا سوى بغداد أو كركوك أو ديالة أو الموصل أي محافظة كانت وطلعوا شوفوا شوفوا الأقضية شوفوا النواحي وين المتجاوز أسجل اسمه وتحرع عنه وأشوفه وأمطي قطعة ماكو قطعة أراضي بالحكس الناس ساحتمدح بيكم الناس تحبكم وبعدين هاي القانون الدستور كفل للمواطن العراقي من حق العيش الكريم بالسكن والتعليم والصحة وكل الخدمات وين هالعاد ولكم عاب عليكم شيخ زايد يقول للوزير أنا شاهدت على مواقع التواصل يقول له مو عاب إماراتي قاعد بالأيجار إماراتي قاعد بالأيجار مو عاب هسا احنا مو إيجار هسا بانيه لقطعة متجاوز بيها وبانيها وجيتوا هدمتوها يابا حقكم حقكم متجاوز بس من بينها انتو وين شنتوا انتو وين شنتوا من بينها ليش خليتوا يبني هذا الرجل ليش خليتوا يبنيه زين ليش ما تطو قطعة أرض ومو عراقي يعني هاي المحافظات اش قد بيها أراضي ليش ما تطوها تطوهم بس ألكم من نساب جيب لي محافظة من المحافظين من إيجا نخلنا تحرر عنه إيش عنده وهسا إيش عنده إيش عنده من إيجا صار محافظة ومنطلع إيش عنده لك بابا يبع عليكم استحوا استحوا خلولكم خلولكم حياة خلولكم حياة يا عديمين الغيرة أنتو نعرف كل زين أنا شخصين أعرفكم كل زين تردون السقطون النظام السياسي الجديد هاي لا أكثر ولا أقل بحجة باسم القانون أنا على والديك باسم القانون أسبك باسم القانون أخليك تسب الحكومة باسم القانون تشتم على رئيس الوزراء باسم القانون تسب رجال الدولة كلهم هاي الناس كل هسا تسب الحكومة كل هسا تسب ليش بيوتهم ومحلاتهم وچنبرهم وبسطياتهم من ورا هالشكولات الزفر هاي اللي ما تشتغل يلا يا أخوان تعذرونا على بعض الكلمات اللي لفضناها ولكن ذولا مثل ما قلت الجنابكم المحترم قليلة بحقهم كلمة هتلية وسلسلية والله والله نعرف الهتلية ببغداد كانوا يحافظون على مناطقهم وما يعتدون على بنات مناطقهم وما يعتدون على شباب مناطقهم وما يعتدون على الرجل الفقير أبد والله بالعكس هسا هذولا يدعون بالشرف وجوزا بيهم إسلاميين وجوزا بيهم ما دي هم يقول لك قال الله وقال الرسول وقال فلان وقال علان وقال وقال يلا يلا يا أخوان نقول لكم مع ألف سلامة وما دي والله العظيم حتى يعني ما دي مرات أريد أحكي حتى بقلبي أقول خليها خليها مواضيع جديدة إن شاء الله وكرر وقول مع ألف سلامة وعاش العراق